اهلا بكم كل طلابنا في اولى سنة ومتابعة في النات مكتبة الفرنسا وبنستكمل مع بعض النهاردة حل ليس صوت غواء ونيتي ايه حل الدرس تلاتة الواحدة الاولى لو انت معك كتاب برافم وكتبع معنا كتاب صفحة مية وسبعة لو انت جديد اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد وسجل معنا ملاحظات اللي احنا بنكتبها اصناع الشرح ما تنسوش اللايك بداية الفيديو يا شباب اديكم ما عندنا بتقول جيمو بال ماري انا اسم ماري جسوي الاف اولي سي التحرير انا طالب اه طالبة في مدرسة التحرير البروفيسير سو صنبا مدرسيني بيكونو لطاف جسوي ببارد انا رغاية جيمل عمزيك بحب الموسيقى عندي صداقتين في الفصل منار اي ايا منار اسيزان 16 سنة وهي اجتماعية الام لماذا تحب الرياضة اي لجون واللون العصفر اي اي كانزا عندها 15 سنة اللي تميد وهي خجولة الام بقول دسان بتحب كثيرا هنا الرسم اي ملاكوليرجون من بحب هنا اللون الاصفر طبعا قالت لنا منار ماري اي ماري تكون صنبا ولا ببارد طبعا هنا بنرجع للقطعة قالت لنا ان هي بوفارد رغاية منار اي منار هنا عندها سيزان 16 سنة اي 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 قالت لنا ان هي بتحب الرسم لدسة روسيقة التانية هي عبارة عن محاسمة بين بول وريمي صفا كيف حالا بيقول له صفا بيا بصحة كويسة تيا دي كوبا انت عندك اصدقاء بيقول له وي جي دي كوبا عندي صديقين كمو السابل اسمهم ايه بيقول له السابل جين اي روبرت كمو السو اصفهم لي جين اي اي اردن ايه منظم اما روبرت فهو سوسيابل اجتماعي هنا اي مين اللي بيحب الاردن اللي هو النظام طبعا مين هو اللي هيكون المنظم يعني جين جين ايه دي رمي هو يكون ايه طبعا اللي هو يعني ايه صديقه لي كوبا روبرت ايه روبرت ايه روبرت ايه اللي هو سوسيابل اجتماعي رمي بارل رمي بيتحدس عن دانسان كاركتر شخصيته هو ولا دي كاركتر دانكوبا اي انكوبين شخصية صديق وصديقه ولا شخصية صديقه ولا دي كاركتر دي كوبا طبعا هو حدسنا هنا عن اتنين اولاد يعني صديقين سمحة 108 بحل المواقف وخلي بالي وانا بحل المواقف من بداية المواقف واخر المواقف بوردي من دي اتنكوبا عشان تطلب من صديقك لكاركتر دي سوم بروفسير اه بتسأل هنا صديقك عن شخصية هنا مدرسة كس كتي دي ماذا تقول يبقى بقول له هنا كومو ايه كيف يكون مدرسك يعني معناها اوصفه لي تيدي كريتون كوبا انت بتصف صديقك كس كتي دي بتقول ايه بوصفه يعني بقول حاجة من صفاته مش بقول اسمه وانا بقول انهو من اصدقاء الفصل ولا بقول عمره بقول ايه ليه سوسيابلي يعني هو اجتماعي تيسالي تون بوزع كس كتي دي بتحيي هنا صديق اقارك فبتقول ايه مكسي شكرا اروفار الى اللقاء ولا صالي مرحبا ولا قبلي طبعا بقول له صالي تيدي ماند اتنكوبا دي ادن تفيا امبرسون تسأل او تطلب من صديقك انهو يعرف شخص بتسأله عن شخص كس كتي دي بقول له كي كي سي يعني من هذا بسأل بها عن شخص عقل يعني معناها يعني تفهم بسرعة يبقى بنقول عليها ان هي انتليجانت زكية طبعا هنا خي كبير من اشياء بتاعته في كل مكان فبنقول عليه انهو يعني غير منظم انت بتحدس هنا عن شخصيتك انت ماذا تقول بقول اخي يكون منظم اجتماعي لا بقول هنا جي سوي لان انا بتكلم عن شخصيتي انا انا اكون خجول لكم مردسوها يعني هنا صديق خلي بالك انا عايز صفة هنا مذكر يبقى بقول سوسيابل حتنفع معايا مذكر ومؤنس سوسيابل بنكرر تاني تميد سنباتيك رومانتيك الاربع دول بيمشوا معايا مذكر ومؤنس ايه الي يعني كمو الي كيف هي تكون اوصفها انهم يكونوا طبعا دي جيمو توأم يعني ان هنا عندي جاما وطاردتنا كرا جاما فو بفاد او بوزت انتم تكونوا رغايين ايلا صبل هم اسمهم جسويت يميد طالما في جي يبقى باخد ضمير توكيدي موا بتكلم عن نفسي انا اكون خجول سودي كوبان دي باسكيت هم اصدقاء خلي بالك اصدقاء هنا ايه اه جامع مذكري مش تنفع الاولى معايا يبقى بقول هنا سيسا انهم يكونوا كيس من هزا من حل امتحان التاني صفحة مية وتسعة جيمو بيل نادا انا اسمي نادا عندي خمستاشر سنة جسوي باسيان تي اسو سياب لانا اكون صبورة واجتماعية جي بكودامي عندي كسير من الصديقات جيملي دي سيسا بحب الرسم جوبيت اوكيغ بعيش في القاهرة فولالا فوتو طبعا فوتو يعني صورة انها صورة صديقاتي في الباسكيت سي كارول انها كارول الفرنسيز هي فرنسية ما العبيتها نجب لكن بتعيش في مصر الي سامبا هي لطيفة سوريان تي بافار طب هنا بنقول نادا ايم قالت لنا ان هي بتحب طبعا ليد السن الرسم نادا ايه قالت لنا ان هي شخصيتها ايه قالت لنا باسيان تي اسو سياب ل يبقى هنا عندي صبورة كارول افيت بتعيش فين طبعا انا جابت في مصر نادا هنا بريزانت اين فوزين بتقدم جارتها ولا سي بريزانت ايه بريزانت اين كوبين دي كلاس ولا بتقدم نفسها وبتقدم صديقة تاني في الفصل ولا سي بريزانت بتقدم نفسها وبتقدم صديقة الباسكيت طبعا هي دي الاجابة الصحيحة الوثيقة التانية هي ميل مرسل من سامي الى مصطفى سي بريزانت ايه بيقدم نفسه بيقول له ساليجي مابيل سامي جلال جسوي ايلي بضان زان ليسي الاكسر انا تلميز في مدرسة في الاكسر جسوي اردو ني اتميت طبعا درسينا باعتمد على الصفات هو منظم وخجول في الفصل بتاعه بيقول جي ان كوبا سنبا عندي صديق لطيف السابر رامي اسمه رامي اللي هو اجتماعي وهو بيبحث عن صديق بالمرسلة يكون فرنسي سيدكم ايه طبعا ميل هي عبارة عن ميل بريد الكتروني رامي ايه دي سامي طبعا هنا رامي بالنسبة ليه سامي حيكون هنا اه قال له ان هو صديقه يعني لامي صديق ولا سيبير كوبا صديق بيء المرسلة ولا اللي فرير اخ طبعا هو قال له هنا دان ماكلس في الفصل بتاعه يعني معناه ان هو صديقه اللي معاه اللي بيشوفه كل يوم سامي ايه سامي هنا الصفات بتاعته قالنا ان هو منظم وكمان خجول يعني اردوني شيرش عن سيبير كوبا فرنسي ميل بيبحث عن صديق فرنسي طبعا هنا رامي صفحة مية وعشرات عن كوبا نيم با خلي بالك نيم با يعني الجملة منفية نحبش اتحدث مع الاخرين يعني هو تيميت هقول تي تي انفورم انت بتستعلم تستعلم عن شخصية عن صفة شخص كس كو تي دي طبعا هنا بنستعلم عن صفة معينة في شخص فبنقول له كومو كومو اي تون كوبا تون كوبا دي كلاس بار اللي بيكون خلي بالي بتحدث كتير يعني هو با فارد كسير الكلام بور بريزانتي تون سيبير كوبا عشان تقدم صديقك كس كتي دي بقول له هنا طبعا مش جيمة بنجمة كده بتكلم عن نفسي جيفو بريزانتي من سيبير كوبا خلي بالك اه هنا بقول تقدم صديقك اللي هو على انت يبقى بختار رقم سي البروفيسور ساليسي زي لاب مترس هنا بيحيي تلميزه كس كيل دي ماذا هو يقول بيقول لهم طبعا بونجور طبعا هنا مغسي بنستخدمها للشكر وروفور للاستقدام وبردو طبعا للاسف تي ديماند اتونمي سون اج تسأل صديقك عن عمرو كس كيل دي هنا هو حيجاوب حيقول لك جي سيزا عندي 16 سنة بيسألك صديقك كيف حالك كس كس دي بتقول له ايه بترد عليه بتقول له صحة جيدة واشكرك بنحلها سألت القواعد لو ذكرنا قواعد اللي احنا قلناها قبل كده في الفيديوهات القبل كده طبعا القواعد دي هتكون بالنسبة لنا سهلة جدا فيها تكات بسيطة بس احنا قلناها قبل كده سامي ايه سامي يكون طيب هنا هتقول لي كل الصفات دي مدام مؤنس انا هجيب له صفة منين مذكر سامي ده هقول لك رومنتيك يا بطل هتنفع معاك مذكر ومؤنس تيو اي مارك تيو اي مارك يعني ايل يبقى سو يكونو تيو طبعا الماتيلد انت اسمك ماتيلد خلي بالك العمر هنا مفرد مذكر اه ما عمرك سوي نير في سوي يعني جي انا اكون مونا اي صار سو بيكونو مونا وصار دولا جامع بنات يعني بقول عليهم صنبا لطاف اي تيميد اي لي هي تكون خقولة اي لسو اي لسو ده جامع اولاد يبقى جيمو لهم يكونوا توقم ذكور صفحة 111 بنقول هنا صليجة مابيل مارتين عندي 16 سنة باكل كتير جيب كودي كوبين عندي صديقات كتير في الفصل ما ميير ميير يعني احسن صديقة عندي سابيل ليسين الى كنزة عندها 15 سنة هي اجتماعية وهي رومنتيك عاطفية نقيمو لتينيس يعني هما الاتنين بيحبوا التينيس والموسيقى انا مش بحب ماتت الرياضة مارتين اي مارتين وصفت لنا نفسها قالت لنا جيمونج بكو يعني هي غورمونت اكولا لسي ا عندها كام سنة قالت لنا ان هي عندها 15 سنة عني كنزة مارتين اي مارتين هنا بتحب هنا لتينيس والموسيقى يعني بنختار لتينيس اه هنا مارتين اي مارتين اي ملا هنا مارتين بتحدث عن نفسها بتقول هنا او اي مو لتينيس بتحب التينيس والموسيقى صحيح تكره لي ما كده صحيح مارتين اسيزا عندها 16 سنة طبعا فري صحيح لسي اي لفوزين دي كابتية دي مارتين هل هي صديقتها في الجارتها في الحي طبعا لدي هي صديقتها في الفصل لديكم بي ام لسبورد اه للصديقات اللي اتنين بيحبوا الرياضة طبعا لان قالت ان احنا الاتنين بنحب التينيس احنا الاتنين بتحدث كثيرا يعني هو بفارد رغاي دي دمان دا اتونامي لكوراكتير دي سنبير بتسأل صديقك عن صفات والده وبتقول له كمو اي تنبير تي بارلي دي بونكاليتي دي تنكوبا قلي بانك هنا يعني هنا بونكاليتي يعني صفات كويسة في صديقك فهنا بتقول طبعا ما صفة كويسة مش هتقول عليه ان هو غبي ولا غير منظم هتقول عليه سوريا مبتسم نحن صفحة مية واثناشر تونكوبا اي سونك فرير اولي ميماج عندهم نفس العمر يعني بنقول عليهم ان هما جيمو توقم هنا لباردي رانيا اي والد رانيا يعني انا عاسفة هنا مذكر عندي تيميت تنفع مذكر ومؤنس اي لسو انهم يكونوا تلاميذ اي لي كمو اي لي كيف هي تكون سي طبعا سي باركوبا بختار هنا اداة ناكرة مذكر لان سي باركوبا مذكر يبقى او جي بريزانت من كوبا دي كلاس جي تي بريزانت انا اقدم لك اليكسي الجين اليكسي الجين طبعا هنا اولاد فبنقول سوسيابل طبعا عندي بعد كده الترتيب سهل جدا والموضوعات احنا حلناهم في بيديوهات سابقه وكمان في بيديوهات عندنا في قوم تشغيل 2021 فيها الموضوعات لو انت عايز تطلع عليها او تستفيد منها بعد كده عندي صفحة مية وطلعتاشر ومية واربعتاشر طبعا ضغط الخيس لكل الكلام اللي احنا قلناه في الوحدة والقواعد اللي فيها بنبدأ بعد كده نحل الامتحان على الوحدة صفحة مية مية وستاشر طبعا هنا ميل مرسل من سريل الى جين بيتحدسوا فيه عن او مي اللي هما اصدقائهم سالي جين جو تيبا لديمي كامرات ديليسي محدسك هنا عن اصدقائي في المدرسة جول فيكتر ايبل تلات اصدقاء جين باكو ميزومي انا بحب كتير اصدقاء جول ايم لباسكت بيحب الباسكت هو زكي واجتماعي فيكتر ايم باكولا ميزيك فيكتر بيحب كتير الموسيقى اليرومنتيك ايتميد هو عاطفي وكمان خجول اما بالنسبة لبول فهو بيحب الفوتبول الفوتبول اللي يقرموه نروفي هو اكل وعصبي بارل موادي تيزومي حدثني عن اصدقائك سيري البارل ديسي كاميراد طبعا حدثه عن اصدقائه طبعا بتوع المدرسة بول ايه طبعا هو قال لنا انه هو طبعا جورموند ونروفي في عندي منهم نروفي عصبي فيكتر ايم باكو بيحب كتير ايه لا ميزيك الموسيقى ايه انت اللي جاء مين فيهم طبعا اللي هو قال لنا انه هو زكي طبعا جيل الوثيقة التانية هي عبارة عن محاسمة بين رمين و سلوى بونجور سلوى كومون سافا كيف حالك بتقولها سافا سيبير بيا رائع جدا ايه طوا وانتي بيا مرسي تيا دي نوفيل كوبين عندك صديقات جوداد بتقول لها ويه جيدي كوبين عند اتنين صارة ايتين كوبين دي تينيس هي صديقتي في التينيس ويه نجلاء صديقتها في الباسكت كومون اصفهم لي بتقول لها صارة ايه سوسيابل اجتماعية ويه مبتسمة اما نجلاء بتكون هنا تميد خجولة سيدي كومون طبعا عبارة عن عن ديالوب محاسة سارة ايه طبعا قالت لنا سارة هنا بتحب ايه هي قالت لها ان هي صارة صديقتها في التينيس طبعا يبقى بتحب التينيس نجلاء ايه نجلاء هنا صفتها ان هي تميد خجولة يبقى اقطاع رقم دي صباح ايه سبعتاشر بنقول سارة هنا طبعا لكوبين دي سلوى صديقة سلوى نحل المواقف يعني بتستعلم عن شخصية او صفة صديقة كسكل دي فبتقول لك هنا طبعا مش عنوانه ايه لا بتقول لك كلي كومو كومو ايه تونكوبا كيف يكون صديقك تاكوبين اوصبا خلي بالك من اوصبا يعني معناها لا تتجرى ان هي تكلم الاخرين فبنقول عليها ان هي تميد خجولة تم بروفسار تيدي ماند تونوم بيسالك هنا عن اسمك كسكو تيدي بتكلم عن نفسي هنا فبقول له هنا طبعا مونة سيمونوم او مونة دا اسمي تيسالي انت بتحيي صديقك بتقول له ايه طبعا بقول له صالي تيدي ماند اطو اميسون ادرس طبعا ادرس اللي هو عنوان انت بتسأل صديقك عن عنوانه كسكو تيدي بقول له هنا طبعا تيدي ماند اطو نوميك لانج طبعا لانج يعني لغة تسأل صديقك عن اللغة اللي هو بيحبها كسكو دي هو هنا بيجاوب بيقول لك انا مش هقول لك بحب اللحمر اللحمر دا مش لغة ولا هي بتحب اللغات لا بتكلم عن نفسه بيقول جيم لانجلين انا بحب الانجليزي تيبريزانت تون امي اطيبارو بقدم هنا صديقك لوالديك فانت هنا بتقول طبعا جيبو بريزانت مون امي اعدل بقدم لكم صديقي عادل سي بار كوبين خلي بالي بعد السي في مفرد ولا جامع طبعا هنا كوبين مفرد يبقى بقول هنا ستين انها تكون مفرد مؤنس جيبريزانت فيكتور يعني انا هنا بقدم فيكتور يبقى بقول لهم هنا جي تي انا اقدم لك دا ضمير مفعول مارتين ايه مارتين هنا بنت يبقى سوسياب الاجتماعية سافا بيا اتوا بصحة كويسة وانت سيتين في بخلي بالك هنا بنت يبقى مفرد يعني ايه بقول سي لو جامع بقول سو انهم يكونوا ايه ليه كمو ايه ليه كيف هو يكون سو جمال هنا داتا وانبنات يبقى هنا يكونوا جيمو بقى النادين اسمنا دين وصلنا نهاية الفيديو شباب لايكات كتير شياروا كتير وعلقاكم فيديو قادم اروفار